حضرات سيدات السادة بكل تواضع وامتنان أقف أمامكم اليوم بصفتي رئيسا للتجمع الوطني الأحرار بعد تحصيل الحزب على أكبر عدد من الأصوات والمقاعد في الانتخابات الشرعية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 إن هذا النجاح نجاحكم إنه نجاح كل المغاربة إنه انتصار للديمقراطية في جو من الالتزام بروحها وقواعدها وفي احترام للتدابير الاحترازية المعمول بها لمواجهة آطار جائحة ويعبر الارتفاع النوعي لنسبة المشاركة في ظل الوضعية الصحية وحالة التوارئ التي نعيشها منذ 18 شهر عن تشبت المغاربة بالمصاري الديمقراطي للبلاد كما أن المستوى القياسي للوافدين على صنادق الاقتراع والذي بلغ لأول مرة أكثر من 8.5 مليون ناخب هو تعبير صريح عن الإرادة الشعبية في التغيير 8 مليون ونصف مغربي ومغربية قالوا كلمتهم وشاركوا في التغيير لكي بدأ من اليوم هذا انتصار هو كذلك طمرة خمس سنوات من عمل التجمع الوطني للأحرار لقد خذنا مصار غير مسبوق للإنصات إلى المواطنين والمواطنات والعمل معا على سيارة برنامج انتخابي يرقى لطموحات البلاد ولقد عين المغاربة باختلاف أعمارهم في المدن والقرى عملنا الدأوب وسوتوا بكتافة على حزب التجمع الوطني الأحرار لذا نتوجه للمواطنين والمواطنات بالشكر والامتنان واحدا واحدا شكرا على اتقدي لكم ونحن ملتزمون ملتزمون بتكتيف الجهود باش نكونوا ان شاء الله في مستوى هذه التقالدة فينا أخوات والإخوة أغتنموا هذه الأفرصة لأهنئ كل مرشحي ومنتخبي التجمع الوطني الأحراف لاستحقاقات الشريعية والجهوية والجماعية ومن خلالهم أهنئ أقدم تهانين الخالصة إلى مناضلات ومناضل التجمع الوطني الأحرار شكرا 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 جزيلا على التزامكم ودعمكم شكرا لكافة هياكل الحزب ومنظماته الموازية شكرا للمنسقين الجهويين والإقليميين على متابرتهم وجهودهم التي تكللت بالنجاح شكرا لللجنة الوطنية لانتخابات لحضر معنا شكرا شكرا لجميع جنود الخفاء اللي عملوا وحد اللي هو جدي وقوي شكرا لكم وبالمناسبة وبالمناسبة نفسها أهنئ جميع الأحزاب الوطنية قيادة ومنتخبين ومناضلين على نتائج جيلهم وعلى الحملة النظيفة اللي قاموا بها نحن مستعدون للعمل بطقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ ورؤى في البرنامج لنرفع معا التحديات تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة نصح الله محمد السادس إن حضرت سيدة السادس رجال ونساء الإعلام إن الخيط النظم في الكندكتور لمشروع الأحرار هو تقديم البديل الذي يتوق له المغاربة لم نأتي يوما لهذا الحزب لنواجه تيارا سياسيا أو حزبا معينا وإنما وإنما تلبية لمبادرة مجموعة من مناضلات ومناضل الأحرار الذين كانوا يتطلعون لبناء حزب قوي منصد ومتفاعل مع انتظارات المواطنين وإنما قادنا مصار الأحرار طيلة خمسة سنوات الماضية تلقينا الرسالة نفسها من المغاربة جميعا بغينا التغيير بغينا البديل وبغينا المعقول هذا شيء كلكم سمعتوه وفي هذه المناسبة نشكر الشباب والشابات والنساء اللي هما في حقها في المكان دينا هما اللي قدوا الحملة على الميدان شكرا لكم وخلال أشهر الماضية قدم الأحرار برنامج مؤلف من خمسة الاتزامات وخمسة وعشرين إجراء وسيشكل هذا البنامج قاعدة تفاوت التجمع الوطني الأحرار مع الأحزاب الوطنية في سبيل بناء أغلبية قوية ومنسجمة أغلبية تحدث القطيعة مع الماضي أغلبية تجمعها رؤية موحدة وبرنامج حكم طموح يتماشى مع رؤية صاحب جلالة وانتظارات المغاربة ورد يكون عندنا الشرف نكون أغلبية رصينة ومنسجمة قادرة على تفعيل توجهات الكبرى والمشارع المهيكلة التي تلقها جلالة الملك نصر الله وقادرة على استكمال مصاري التنمية تحت القيادة الغشيدة لجلالة الملك الضامن الضامن لنجاح الجيبة الدموقاتية ببلادنا ويضل أهم التزام نتعهد به اليوم هو العمل بجد طالما نحضر بدعم المواطنين والمواطنات لتحسين معيشهم اليومي وتحقيق طموحاتهم واستعادة تقتهم في ممتليهم وإدارتهم حضرت سيدة السادة إن غايتنا اليوم كفريق التجمع الوطني للأحرار والمغرب والعالم يعيشان آطار الجائحة هي العمل معكم على رسم معاليم طريق الأمل معا أمامنا فرصة بناء فرصة بناء مجتمع صامت في وجه تقلبات الحياة يحمي كبار السن والأشخاص في أرضي أو الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تعاني من الفقر والهشاشة معا أمامنا فرصة الاستثمار في المنظومة الصحية في سبيل الولوج إلى العلاج للجميع معا أمامنا فرصة لإنعاش التشغيل واستعادة التقة في الاقتصاد الوطني معا أمامنا فرصة التحديد المنظومة التعليمية حتى تضمن تعليما جيدا لكل أبناء المغاربة معا أمامنا فرصة للإسترجاع الكرامة والاحترام بين المواطن والإدارة التي تخدمها هذه الأواش هي أولوياتكم وأولياتكم والأولويات ديلكم لأننا جاءت من عندكم والأولويات ديلكم هي الأولويات دينا ينتظي هنا عمل جبار يتطلب مضاعفة الجهود للتنفيذ رؤية صاحب جلاجة لينصو ينتظي هنا عمل جبار يتطلب تخليق الحياة العامة وتحسين مكتسبات دولة الحق والقانون وتحفيز الاقتصاد الوطني وضمان تكافؤ الفرص لكل المواطنين والمواطنات هذه المهمة لن تكون ممكنة دون دعمكم وثقتكم المغاربة سنعمل بجد وتفان من أجل تحسين حياة كل مواطن لن نطرك مجالا للتفرقة لن نطرك مجالا للجمود لن نطرك مجالا للتهاون ولن نتوانى لحظة عن إحياء إحداث التغيير الذي يستحقه كل المغاربة شكرا على إنساتك ترجمة نانسي قنقر